بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ومالكاته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أهلا وسهلا بكم عزيز المشاهدين على قناة بيب سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيب قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة عن مباراة كرة القدم بين الأهل والمرخة السوداني في دور المجموعات لدور عبطال أفريقيا والزمالك وبيتر أتليدكو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد إن شاء الله يلا بينا نبدأ الحلة يلا بينا أهلا بكم عزيز المشاهدين مرة تانية النهاردة نتكلم على مباراة كرة القدم بين الأهل والمرخة السوداني في دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا المجموعة الأولى بالأمس فاز الأهل على المريخ السوداني بتلت أهداف لهدف وطبعا قدم أداء فوق المتوسط لكن نتيجة مهمة جدا في مسيرة النادي الأهلي نحو التتويج بهذه البطولة للمرة التالتة على التوالي والحداشر في تاريخه المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني قدم تشكيل بالأمس ولعب باتنين ارتكاز حمد فتحي وعمر إسولية وطبعا اليودانكي كان احتياط علشان كده كنا ملاحظين إن في مشكلة كبيرة جدا في خط نص النادي الأهلي الدفاعية لكن تدركها بيتسو موسيماني في الشروط الثاني وبالذات بعد ما تعادل المريخ السوداني الأهلي فاز بنتيجة ثلاثة واحد في هذه المباراة طبعا النادي الأهلي فاز ذهابا وإيابا على المريخ السوداني طبعا بيرستاو أحرص أول الأهداف بالأمس وطبعا يليه على طول هدف رمضان عجب هدف التعادل لنادي المريخ السوداني وبعدها فيه ديئة 72 هدف محمد شريف وفيه ديئة 73 وهدف عالمي لأحمر عبدالقادر فيه مرمى المريخ السوداني والهدف التالت من مروغة والأروع والأجمل لأحمر عبدالقادر اللي بيعمل موسم والأروع والأجمل مع النادي الأهلي قولنا شوفنا هذه المباراة وكان فيه مشكلة كبيرة جدا لنص ملعب النادي الأهلي الدفاعية وتدرك طبعا المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي مستر بيتسو مسماني اللي طبعا نزل إليو ديانج اللي زي ما بقول عادل رومانة الميزان للنادي الأهلي علشان كده بنقولها جماعة إليو ديانج من اللعبة اللي صعب إنها تمشي من النادي الأهلي لأن مركزه صعب فيه إنه هو نوجد لاعب بنفس الإمكانيات والقدرات الكبيرة علشان كده إليو ديانج من وجهة نظري لو من إدارة النادي الأهلي ما تفردش في إليو ديانج لأنه لاعب مهم جدا من النحية البدنية والتكتكية والفنية والمهارية وعنده قدرات عالية جدا أتمنى من إدارة النادي الأهلي إن هي ما تفردش في هذا اللاعب لأنها تسبب مشكلة فيما بعد لأداء النادي الأهلي بالرغم من وجود عمر السلية وحمد فتحي إلا إن أوليو ديانج لازال يتمتع بأفضلية كبيرة جدا في هذه المنطقة طبعا النادي الأهلي كان فيه مشاكل كبيرة جدا واتكلمنا فقف حلقات سابقة إن المشكلة الأساسية إن لعبته عندهم إجهاد وتعب شديد بسبب كثرة المشارقات سواء مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون 2020 وكلنا شفنا إن المستوى والحمل البدني كان على لعاب نص الملعب اللي زي عمر السلية وحمد فتحي في تلك البطولة وبالتالي لعابة منتخب مصر لعبت حوالي أربع مباريات متتالية بوقت إضافة نص ساعة مع ضربات الجزاء علشان كده الحمل البدني كان عالي جدا جدا على لعاب الأهل الدوليين زي محمد عبد المنعم، زي أيمن أشرف، زي عمر السلية، زي حمد فتحي طبعا وكلنا شفنا صابت أكرم توفيق في أول البطولة يخرج لعاب الأهل الدوليين ويروحوا بطولة العالم للأندية ويحرزوا المركز الثالث وبرنزية العالم علشان كده لعابة النادي الأهل عندها إجهاد شديد واضح جدا بسبب تلاحم البطولات وتلاحم المشاركات الكبيرة سواء مع المنتخب أو بطولة العالم للأندية أو بطولة أفريقيا أو الدوري المصري الممتاز دي سبب رئيسي كبير جدا أن المستوى يتراجع ويبقى فيه هبوط للمستوى لكن الأهل ممكن يتعافى إمتى؟ أنا شايف من وجهة نظري بعد رمضان إن شاء الله علشان كده إحنا بنلاحظ دايما مباريات الأهل في رمضان بيحصل برضو كهبوط للمستوى لابد أن يحصل ريفرش للعابة النادي الأهلي ويبدأ يتراجع مستوى الإجهاد والتعب الشديد بعد العيد كل الناس هتقول لي يا أهدى المشوار طبعا أغلب لعيب مصر مستوى الفني بيقلي جدا مع دخول شهر رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله من وجهة نظري أن الأهل فاز فوز مهم جدا طبعا لسه مباراة مهمة جدا أمام الهلال السوداني وأعتقد أن مباراة الهلال السوداني هي مباراة عنق الزجاجة للتأهل للمرحلة القادمة في دور الأربعة إن شاء الله لدور أبطال أفريق أعتقد أن النادي الأهلي بيفكر دلوقتي إن هو يتمنى إن شاء الله إن في الفترة القادمة بعد مباراة منتخب مصر والسنغال المؤهلتين لكأس العالم إن شاء الله القادمة في قطر 2022 إن بيتس موسيماني بيفكر وعنده حذر كبير جدا بسبب الإصابات في المرحلة القادمة علشان كده في فرصة كبيرة جدا حتى لو الهلال الخسر من سانداونز الجنوب الأفريقي طبعا قدامه فرصة كبيرة إن هو يفوز على الأهلي في القاهرة علشان كده لعيبة الأهلي والهلال السوداني بيعتبروا هذه المباراة مباراة كؤوس ومباراة نهائي الحامل الكبير جدا خلاص كلنا عرفنا إن المرحلة السوداني برا هذه القصة خلاص يبقى المنافسة هتبقى على المركز التاني بيننا متأكدين خلاص إن فريق ما مولد سانداونز الجنوب أفريقي في المركز الأول بعد فوزه الكبير على الأهلي ذهابا وإيابا في دور المجموعات علشان كده المدير الفني بيتسو موسيماني مستقى جدا بعد خسارته من هذه المباراة نتمنى إن شاء الله للنادي الأهلي المصري الكبير إن هو يقدم لنا إن شاء الله ويصعد لدور الأربعة ويقدم لنا لقاء إن شاء الله ويتقدم كده إن شاء الله نحو منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي والحضاشر له في تاريخ بإذن الله نفس القصة طبعا يعني كلنا زعلانين بعد تعادل الزمالك وبتر أتلتك اليوم بنتيجة صفر صفر اليوم علشان كده الزمالك خرج من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا وإن شاء الله نتمنى له حظ أوفر في المرات القادمة طبعا كلنا شفنا الفترة الأخيرة والمشاكل اللي قابلت نادي الزمالك والأداء الأقل من المتوسط وخسرته من الوداد المغربي ذهابا وإيابا في المغرب والقاهرة نتمنى إن الزمالك يستعيد عافيته في الفترة القادمة في هذه البطولة ويستعيد الأمجاد طبعا الزمالك مش عاوزين نتكلم فيه مشاكل الزمالك والتجديد لبعض اللاعبين من عدمه لكن هذه هي قرة القدم وأتمنى إن شاء الله إن الزمالك يغير الطريق ويبدأ يصحح المصار نحو البطولات ولين عارفين إن الزمالك هو بطل الدوري 2020-2021 الزمالك عاوز يحافظ على هذه البطولة لكن أعتقد إن الزمالك بيقابله مشاكل كبيرة جدا في الحفاظ على هذه البطولة والسبب الرئيسي إن أغلب قوام فريق الزمالك كله بيفكر في العقدات الجديدة والتجديد من عدمه وذي أمور طبعا إعلام كل جماهير كرة القدم في نادي الزمالك وجماهير الكرة المصرية أمر صعب جدا في الفترة الأخيرة لكن بنتمنى كل التوفيق لقدبي القرى المصرية اللي طبعا كل ما يكون مستوى الأهل والزمالك عالي كل ما هيصب على المنتخب المصري أنا الآن جدا بسبب تراجع مستوى أداء قدبي القرى المصرية الأهل والزمالك في الفترة الأخيرة علشان كده المباراتين القدمتين الفصلتين للتأهل لكأس العالم مع السنغال الآن جدا من هذه المباراتين نتمنى إن شاء الله التوفيق يكون حليف المنتخب المصر إن شاء الله ونصعد على حساب السنغال في الفترة القادمة ونتأهل إلى قطر 2022 طبعا في قطر أكنينا بنلعب في مصر هنلاقي حجد جماهير كبير جدا إن شاء الله هتبقى هذه البطولة مميزة للقرى المصرية بسبب وجود جماهير غفيرة في قطر إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله من كارلوس كوروش إنه قدمن لنا لقاء كبير جدا مع منتخب السنغال يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في أستاذ القاهرة ونتمنى إن شاء الله حضور 100 ألف متفرج إن هم يكونوا دعم كبير جدا للمنتخب المصري في هذه المباراة وإن إحنا نخلص الصعود إن شاء الله في هذه المباراة قبل ما نروح هناك السنغال إن شاء الله ويبقى قدامنا عقبة كبيرة ونتلاشى هذا الوضع بإذن الله وفي نهاية الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل مواجه جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة